بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة برايماري 5 تعالوا زي ما تعودنا نحل سواء الموضل اجزام اللي موجود على كونسبت 1 يونت 4 في المين بوك من المعصر ما تنسوش لو دي اول مرة تشوفونا ياريد تعملوا سبسكرايب للقناة وياريد كمان تنضموا لينا على التليجرام وعلى الفيسبوك الجروب والبيج هتلاقوا اللينكات موجودة في الديسكريبشون بوكس سندوا الوصف تحت الفيديو ياريد كمان لو استفدنا من القناة ننشرها ما بين اصحابنا وحبيبنا وياريد تفرحوني بلايك على الفيديو يلا نحل سواء الموضل اجزام اللي في المين بوك بتاع المعاصر عن يونت 4 كونسبت 1 اول كويسشن معينا بيقولنا true or false الجرافتي بتعمل pull للأوبجيكت toward the center of the earth الكلمتين اللي يخوفوني اللي اتنين موجودين صح الجرافتي دي pulling force مش pushing force ونحية center of the earth السنتنس دي طبعا true طيب ويسألني بعد كده عن الماجنيتزم دي طيب من الفراكشن فورس لا لا الكلام كده مش مظبوط الair resistance هي اللي طيب من الفراكشن فورس مش الماجنيتزم يعني لو كان عاملي correct فهتبقى السنتنس دي كلها صح اكسبت الكلمة اللي اسمها ماجنيتزم نشيلها ونحط بدلها air resistance تبقى السنتنس كده تمام بعد كده بيقول لي there is no air in space تمام so the air resistance slow down the movement of object through space واضح خالص ان السنتنس اكيد مش طبيعية منين بيقول لي the air resistance موجودة في ال space اذا كان بيقول لي no air في ال space السنتنس دي طبعا false طيب سألني عن ساينتز جاه اسمه عندنا في lesson 6 وبيقول لي ده نيكولاس capernicus ده اللي ستيت او قلنا يعني ان ال earth revolve around the sun هقول له حصل هو نيكولاس اللي قلنا على الموضوع ده بعد كده هجيب reason the gravity of earth is greater than the gravity of moon قلنا اي حاجة يسأني ليه الجرافتي بتاعتها اكبر من التانية الموضوع كله related بال mass يبقى الماس بتاعت الجرافتي بتاعتها اكبر دي اكبر من التانية يعني الماس of earth greater than الماس of the moon علشان كده الجرافتي بتاعت ال earth بقت more than الجرافتي of moon قلنا ممكن يغيره لنا ويقول لنا هنا السن وهنا ال earth نفس الفكر نبقى الماس بتاعت السن greater than the mass بتاعت ال earth وهكذا تاني question عندنا بيقول لي complete the following sentence مديني sentence كده ونقصها word بيقول لي ان الجرافتي بتاعت المون effect the phenomena of ocean اه احنا اتفقنا ان زي ما استقليها gravity المون كمان لي gravity بس ال earth gravity بتاعتها اكبر عشان لسه زي ما ايلين الماس بتاعتها اكبر فعرفت تعمل attract للمون كله حواليها وتخليه يعمل revolve around it اما المون يعيني للماس بتاعته سغنانة فالgravity بتاعته برضو سغنان فتقعد تعمل attract للووتر بس اللي على ال earth فتديني الفينومنال اللي اسمها tight تمام طيب بيقول لي person can control the speed of his bike لو انت راكب bike كده راكب العجلة بتاعتك علشان تعمل slow down للموفمينت دي في الحقيقة السنتنس دي كلنا عارفينها من غير science ولا حيك لو عايز اعمل control speed بتاعت البايك بتاعتي او عايز اعمل لها slow down للموفمينت بتاعتها فالحاجة اللي بنستخدمها اسمها break break اللي هي الفرامل يعني number 3 بيقول لي the force that keep all planet around the sun حدوتة الconcept دا كله كانت بتتكلم في كلمة عظيمة اوي اسمها gravity الفورس اللي خلت الصن تقدر تعمل attract للبلانت دي ليها وتخليهم يعملوا revolve في fixed the orbit من غير ما يقربوا ولا يبعدوا الفورس دي كان اسمها gravity يقول لي كمان لو distance ما بين المون والearth increase افتكر كده ادي الearth هنا قادرة تشد المون اللي هنا لو distance دي بقى حصل لها increase gravitational attraction اللي هي gravity يعني between them هيحصل لها ايه تخيل كده حاجة وفي جنبها object قادرة تشده لكن لو الobject دا بعد الفورس اكيد هيحصل لها decrease اخر part of question 2 بيقول لي what happened واحنا عارفين شؤال what happened دا يعني حد بيقولك اسرح كده بخيالك وتخيل ايه اللي ممكن يحصل لو لو ايه بقى لو عملت throw لتو iron pull في السيم mass من السيم height هيحصل لهم ايه دي سهلة خالص دي ليهم نفس الماس وليهم نفس height هيحصل لهم ايه هيوصلوا للground في السيم time طب يا ميس لو كانت واحدة iron ووحدة plastic لو نفس sentence كده هنقوله الiron هتنزل 10 طب يا ميس لو نفس sentence كده وقال لي واحدة iron ووحدة plastic بس قال لي في الاخر اني مفيش air resistance هقوله نفس الانسر دي reach للground في السيم time question 3 بقى حدده مختلفة دا بيحكيلي حدده ويقول لي write the scientific tour the force by which metal attracted or pulled to a magnet دي الفورس اللي موجودة عند المجنت اللي اسمها من اسمه دي الماجنتزم بابوا عليكم تمام طيب التول اللي used by sky divers علشان slow his drop اه كان في حد اسمه sky diver فعلا شفناه اللي كان نطق من الطيارة كده وكان بيستخدم tool بيعمل لها open وبتعمل decrease للspeed بتاعته وتخليه ينزل على الجراوند بالراحة خالص الحاجة دي كان اسمها ايه اسمها parashot الparashot هو tool اللي السكايدايفرز بيستخدمه علشان يعمل slow down للspeed بتاعته number three بيسألني عن celestial bodies يعني ايه من celestial bodies يعني body موجود في space وبيعمل orbits او بيعمل revolve يعني around the earth ده مين ده ده حبيبنا ده المون ده الوحيد اللي بيعمل revolve around the earth اصل the earth بتعمل revolve around the sun اللي اكبر منها والمون يعمل revolve around the earth اللي اكبر منه كل واحد بيعمل revolve around the body اللي اكبر منه طيب number four بيسألني the law هو احنا من اول كلمة the law كده احنا عرفنا الانسور ايه بس تعالوا نكمل which state that the force of gravity is constant وact in all object the same way ده اسمه the law of motion برافو عليكم ده اللو الوحيد اللي اخدناه لحد دلوقتي بعد كده question three في منه part b بيقول لي correct the underlined word يعني عندي sentence في تحت word منها line والكلمة دي لازم نشيلها ونجيب حد مكانه بيقول لي the planets orbit earth due to the gravity between them لا طبعا the earth planets زي بقيت the planets the planets وكلهم including the earth بتعمل orbit or revolve around the sun هي the sun اللي كل البلانت دي بتعمل revolve او orbit حواليه طب بيقول لي ان the earth pull the object toward its moon لا كده مش صح بقى the earth بتعمل pull فعلا للobject toward its self ولو عايزين مكان بالزبط بنقول its center زي ما اتفقنا احنا مش على الكراست من برة مش على surface بتاع the earth من برة بنتشدد احنا بنتشدد للcenter بتاع the earth منجو اخر question معنا هو question four اول part من question four بيقول لي choose من الكولم ده وزي ما اتفقنا علشان نعمل حل الquestion ده مش هنعمل كده مش هنعمل خطوط كده لانه ويرد ان انا امسح بالاستيكة بتاعتي فيبقى الخط باين فالمدرس ما يبقاش عارف هو انت دي مشاورها هنا ولا مشاورها هنا ولا ايه بالزبط فلو سمحتوا هنكتب جنبها الارقوم يعني مثلا يا نكتب جنب الone دي اي او بي او سي او نكتبهم تحت كده او حتى هنا نكتب جنب ايه ان هي one مثلا وهكذا بيسألني مثلا عن الموشن هل هي الفورس between two objects touch each other لا طيب هي البول او البوش effect on object لا برطو طيب دي change في object location او position due two force ايوة صح كده one معاها c تمام عشان ما تطلخبطش ايش اخبط كده على c عشان تعرف ان انت اخترتها قبل كده طيب two contact force يعني ايه contact force يعني force موجودة لو two object دول touch each other اه دي احنا لسه قارينها من شوية طب والnon contact اكيد نفسها بالزبط بس don't touch each other طب تعالوا نكمل اهي force between two object don't touch each other ده دي اللي احنا بندور عليها يبقى three معاها دي طب والforce بشكل عام هي دي اللي ممكن تبقى pull او تبقى push و affect the object بتاعنا فيبقى answer بتاعت four هي البي الpart التانى بقى من question four جايبني الرسمة دي مديني cran اللي هو زي الwin شاكده و ادي الارم بتاعه وفي وطن بوكس و ادي الكران وير وعندي position اسمه a و b و c طب بيقول ايه بيقول ال opposite figure ده شو الكران lifting up او دين بوكس بيرفع الو دين بوكس من position اللي اسمه a وبعدين b وبعدين c بيقول بقى choose the correct answer the force of earth act on بوكس اسمها ايه الفورس اللي الearth دي بتشدي بيها او اكت بيها على البوكس دي اسمها ايه دي عارفين ها اكيد مش ماجنتزم لان مفيش ماجنت ولا electric ولا repulsion دي gravity هي دي force attract الواضن بوكس لما يبقى في position a و b بس ولا b و c بس ولا a و c بس ولا a و b و c اه برافو عليكم طبعا الفورس دي attract على الواضن بوكس فاي position هو فيه يعني لو كان في positions تانية d و e و f كل ده كانوا حيبقوا معانا في a وال b و c الفورس دي موجود بعد كده في التاني بيقول لي و بيسألني عن الانجل ده اللي كان ملغي عندنا في ده فكده حبيبي نكون حلينا الموضل والجزء اللي اللي مش معانا اللي تخفي في السنة دي طبقا للتحديثات اللي نزلتها وزارة التربية والتعليم هو بس اللي ما حلناهوش اتمنى تكون الدنيا وضحت وال ذكروا كويس واتمنى لكم كل التوفيق